هي واحدة من التي أثر عليها وساهم في ارتفاعها سعر الدولار أسعار كشفية الأطباء وأسعار الفحوصات والأدوية وعلى الرغم من أنها تشكل عبءا عليه من قبل ارتفاع سعر الدولار كما يؤكد المواطن هنا في صلاح الدين إلا أنه قد تضاعف حملها بشكل لم تعد هناك قدرة على تحمله في ظل ظروف معيشية صعبة بصراحة قبل صعود الدولار كانت الكشفيات والعلاجات بالنار وحاليا بعد صعود الدولار زادت أضعاف أضعاف فلذلك المواطن اللي ما عنده والفقير منين يجيب أما لو عندنا مستشفيات بها حظ وخير مثل باقي الدول ما كان المواطن يحتاج الذهاب إلى العيادة والصيدلية ويشتري هذا العلاج الغالي يعني نسى أصبح الطبيب كشفيته أكو بخمسين أكو بثمانين أكو مية يعني هذا الفقير مين يجيب تجيب أكسة أنه هو الدول الدول يعني الدول يعني يحدث فلا حاجة على أسعار ماته يعني أنا قبل شوية شريط أنا ماخذ الزوج 22 دولار أصحاب الشيان الصحي رأوا أن السبب الرئيس في هذا الارتفاع هو ارتفاع سعر الدولار وكذلك وجود الطمع والاستغلال من قبل البعض فأسعار المواد الطبية والأجهزة والمستلزمات والأدوية المستوردة من المنشأ قد تضاعفت سبب ذلك لذا فأنهم يرون أن خفض سعر الدولار سيسهم بشكل كبير في الحال سببها المباشر هو خفض قيمة صرف الدينار العراقي عمام الدولار الأمريكي وبالتالي ارتفعت المواد الأساسية التي تحتاجها المؤسسات لتقديم الخدمات أثرت سلبا وبصورة واضحة جدا على إمكانية شرائية والقدرة للمواطن البسيط باعتبار أن الدخل ثابت التخفيف يتم عن طريق تقليل سعر صرف الدولار حتى يقل التكلفة المالية لعلاج نعلم أنه هناك جشع دخل ثابت وارتفاع مستمر في الأسعار أدى إلى أزمة موازنة معيشية عند المواطن وأسعار كشفيات الأطباء والأدوية بارتفاعها حمل جديد ينتظر تدخلا حكوميا لرفعه من قبل ارتفاع سعر الدولار وأسعار كشفيات الأطباء وأسعار الأدوية والفحوصات ترهق كاهل المواطن وها هي اليوم في تزايد مستمر دون رقيب أو حسيب من صلاح الدين في راس الحسن أتسغير ترجمة نانسي قنقر